طيب الجميع اتفق على انه حصل تقصير شديد جدا من حكومة دكتور عسام شرف وتم تكليف دكتور كمال الجنزوري بتكليف وزارة جديدة حضرتك شايف التكليف الجديد هيبقى عامل ازاي وطبعا مع ذكر ما بينقصين انه فعلا برغم انه دكتور كمال الجنزوري كان امضع اكتر من 20 سنة في نظام ورق لكن السابت انه هو تم عزله في اخر 3 سنين من رئاسة الوزارة وانه كان من افضل الناس اللي حققت مشروعات تنموية في البلد حضرتك شايف التكليف ازاي وخصوصا انه قال انه هو هيدخل جزء من صور مدينة التحرير في الوزارة شوف بالتأكيد نحن امام مشكلة او امام معضلة في هذا الموضوع نحن نعلم ان القوى الثورية في 25 نار اتت بعصام شرف وان هذه التجربة كانت تجربة فاشلة بمنطق القوى الثورية او بمنطق القوى الشبابية اللي موجودة فيها فهو تقرار هذه التجربة بالنسبة لهم اصبحت مسألة يعني منتهية ينظر الى كمال الجنزور بصرف النظر عن اداءه او نزاهته على انه راجل من رجال مبارك على انه حكم فترة زمنية في عصر مبارك على انه بشكل او باخر هو منتمي لهذا العصر فاصبح مفيش قبول بالنسبة له من قبل القوى الثورية والقوى الشبابية بصرف النظر عن كفاءته او اداءه هي دي المعضلة اللي عندك هل سوف نصل الاتفاق او سوف نصل خصوصا ان هذه الحكومة بشكل او باخر هي حكومة ايضا مؤقتة يعني هي حكومة بانتهاء الانتخابات البرلمانية البرلمان القادم سوف يشكل حكومة اخرى طبقا للاغلبية اللي موجودة او لتواجد داخل البرلمان فتتحدث عن حكومة هي عمرها ثلاثة شهور او اربعة شهور بحد اكثر هم قالوا سبعة ايا كانت فترتها هي حكومة مؤقتة فمع تقديري لهذا الطرح هناك مشكلة بين الطرح الذي تطرحه القوى الثورية والقوى الشبابية وضجرها من عدم موجود او كرهاها لأي شخص له انتماء بعصر مبارك او خدم مع مبارك ودي مسألة مقدرة وانا شخصين اقايتها يعني ما هو مطروح مثلا من اشخاص زي البرادعي زي الدكتور عمين عمد الفتوح ده ده السؤال الاخير يا فانتم عشان بس وقتين نعم وقتين نتريبا بخلص انه ازمة بدان التحرير مساء السبت اعلنت بعض الناشطين وانه في تكليف المرشحين حكومة برئاسة دكتور محمد البرادعي وبنيابة دكتور حسام عيسى وبنيابة استاذ ابو العلماضي رئيس حزب الوسط لو المجلس العسكري لم يستمع لهذه الترشحات والازمة ما تحلتش هيبقى ايه الحال بكرة في الانتخابات احنا عايزين في هذا الحال هل يجوز تأجيل الانتخابات في الدائرة اللي هيبقى فيهم ده خلي بل سعدتك ان هناك اصرار من مجلس اعلى قوات المسلحة وهناك اصرار من الاراضة السياسية عن الانتخابات تجرى في توقيتها امر لا محالة يعني ومعالجة للأوضاع السياسية الراهنة في ذلك التوقيت قيل ان الانتخابات هتضم يومين يعني هتم الادلاء بالأصوات على مدار يومين نتيجة الاتدعيات السياسية ونتيجة الاضطرابات والاشياء اللي موجودة لابد ان نصل الى توافق ما بين ما يتطرحوا الصوار من اشخاص ومسميات وما بين تكليف الدكتور كمال الجنزوري خصوصا ان الدكتور كمال الجنزوري يعني ابدأ حسن نية وقال والله انا لن اعتمد على اي شخصية من الاشخاص الوزراء اللي موجودين في حكومة عصام شرف سوف الجأ الى القوة الشبابية وسوف الجأ الى القوة الثورية وسوف يكون هناك نوع من التشاور والتبادل معه خلينا نقر بان احنا امام حكومة مؤقتة وخلينا نقول ان احنا عايزين نعدى هذه المرحلة الانتقالية حتى تجرى الانتخابات في موعدها ويأتي برلمان قادم نستطيع ان نحزبه ونشوف شكل الاراضة السياسية وشكل الحكومة المستقبلية بالنسبة لنا اي حكومة جنزوري او حكومة تعمين عبد الفطوح او حكومة البرادة هي حكومة مؤقتة قضية الحكومة هي الصلاحيات وقضية الحكومة هي المقدرة هل هذه الحكومة نطور كمال الجنزوري تلع انه انا صلاحياتي تقترب من صلاحيات رئيس الجمهورية هو السؤال اذا اعتدم الموقف ورفض المجلس العسكري الترشيح اللي طالع من مدان التحرير والصور مصممين على موقفهم هيبقى ايه الحل؟ انت امام معضلة سياسية بالتأكيد امام معضلة كبيرة وانا مش سقول ان هذه المعضلة وصلت الى حد كسر الاراضات ما بين كسر ارادة الصور الموجودة في ودان التحرير ومدين كسر ارادة القوى السياسية او المجلس اعلى قوات المسلحة لابد ان تكون لجنة حكيمة حكماء من كل الطرفين ممثلة لهذه القوى السورية ممثلة لهذه القوى الشبابية ممثلة لما هم موجودين في العباسية او في المادين المختلفة والمجلس اعلى قوات المسلحة يكون هناك جلسة مصرحة وجلسة صريحة قاطعة نصل فيها الى مرحلة اتفاق وتوفيق هل مقبول الجنزوري ان نعد هذه المرحلة هل ندخل الجنزوري مع ما يتطرحه القوى السورية من اشخاصه او مساميات زي الدكتور البردع او غيره هل نعد هذه المرحلة بالحكومة الانتقالية السابقة وهي كده كده حكومة اصلا ما عندها الصلاحيات لان كنت امام التلات شهور دول الحكومة الان ليس منوت بيها مثلا ان كنت تتحدث عن مكافحة الفساد او الاستبداد او معالكة العدالة الفوارق الاجتماعية او غير انت بتتحدث عن الحكومة عايزين انتخابات برلمانية تجري عايزين انتخابات رئاسية تجري عايزين نكون امام دستور وامام مجلس برلمان قادر ثم عند ذلك نتحدث ما في مشكلة برضه يا دكتور انه القرارات او بتصدر او التصريحات بتصدر يعني قانون الافساد للحياة السياسية لسه لا عارفين الياته ايه ولا لاحيته التنفيذ لا الياته موجودة ولا هو تطبق امتى هو مشكلته ان الياته معطلة لكن امتى قضيتك قضيتك هو مثلا ده زي القانون ده تفويد رئيس الوزراء بالصلاحيات دي جيه في الاعلان الرسمي لكن لازم يصدر يعني هل لازم يصدر بمرسوم بقانون يحدد الصلاحيات كاملة عشان ده يفعل على الارض ولا هل ممكن نكتفي بالتفويد يعني برضو خلي بالك انت فيه مهمة جدا انت لابد يكون عندك تقر انك انت امام شرعية هذه الشرعية المكلف بها الان تبقى للاعلان الدستوري وتبقى لقوة ثورية حتى المجلس اعلى قوات المصال هو اللي بيدير البلاد فهو عشان يصدر قانون النهاردة لازم يصدر قانون او ما يسمى مرسوم بقانون بالنسبة لي قضيتك في قانون الافساد الحاساسية او هو القانون الغادر الاديم المعدل ان هذا القانون لن يستطيع ان يحجم القوة او الاعضاء اللي داكلين الانتخابات في المرحلة القادمة من الترشيح لمجلة الشعبية دي قضيتك انت امام معضلة قانون طبيعي هياخد وقته والامام قانون ثوري تستطيع انك انت تحد به كل هذه المشاهد ودي ممكن دي مشكلة العشر الشهور طيب لو اتكلمنا عن الانتخابات بكرة الوضع هيبقى عامل ازاي لو استمرت الازمة دا سؤال مهم جدا يقلق كل المشاهدين اللي عادين في بيوتهم خصوصا مع انه ناس كتير خايفة وناس كتير قادرة في بيوتها مش عارفة اي اللي بيحصل ومش قادرة تفهم هو الموضوع هينتهي على ايه وتباين الاراء ولسه كانت تجمع الناس في العباسية يوم السبت يوم الجمعة فبرضو في كلام كتير جدا قضيتك انت قضيتك قضية محورية قضية الانتخابات البكرة وكمان الانتخابات يا فندم هتبقى على يومين ومد لسه عايزين كلمة عن تصويت المصريين في الخارج دا قصة تانية لكن مد الانتخابات هم اشتغلوا قريدي بيصوتوا بلغة لكن مد الانتخابات لمدة يومين وكان في مشكلة انه لو مش الموضوع طبقا للجدول الزمن اللي هم قالوا انه لو المواطن خد 3 دقايق وده طبعا في نظام يابني جدا يعني ما اعتقدش انه ده في بلدنا بس سياريتي يحصل انه حتى لو ده حصل 3 دقايق هيبقى 200 بني أدم في اليوم يعني يومين هيبقوا 400 وبرضو الصندوق في 1000 اتا عندك مشكلة اتا الاول كنت بتعملها يوم وبرضو كنت هي هي اتا عندك معضلة انت لن تستطيع جموع الشعب بالكامل اللي 50 مليون صوت او 50 مليون اللي لهم حق التصويت لن يستطيعوا ان يضلوا بصوتهم في هذه الانتخابات لكن انت المعضلة بالنسبة لك معضلة مهمة جدا ان المجلس الاعلى لقوات المسلحة او الاراضة السياسية هي مصممة على اجراء هذه الانتخابات في توقتها انا لو ازيع عمامك سر هناك 125 الف جندي تابعين لقوات المسلحة سوف يخرجوا ابتداء من صباح يوم التصويت لحفظ الامن والسلم بكل قطاعات او بكل لجنة الانتخابية اللي موجودة في الجمهورية حتى تنتهي هذه المرحلة الانتخابية لان قضيتك بتأجيل الانتخابات او بإلغاء الانتخابات الخوف منك تتخش في فوضى دكتور مختار جباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية نورتنا فندم ونتمنى انتخابات جيدة ونزيهة ومؤمنة اتمنى لهذا القطر العزيز مصر بقوتها بدورها المحورة في منطقة فيها اضطرابات اقليمية اضطرابات دولية اتمنى ان احنا نعبر هذه المرحلة سريعا وان ننهض بهذا القطر العزيز علينا نتمنى دكتور ونشكرك شكرا جزيلا مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا فقراتنا مستمرة بعد الفاصل تابعونا